استقبل السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفدا كويتي برئاسة سعادة السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم لدعيج الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في دولة الكويت الشقيقة وذلك للإطلاع على جهود مملكة البحرين الريادية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز بيئة العمل ومكافحة الممارسات غير القانونية ونوها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالعلاقات الأخوية الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مستعرضا خلال الاجتماع أبرز المبادرات والمشاريع والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وحفظ حقوق أطراف العمل لسيما نظام الإحالة الوطني الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد لضمان إجراء كافة المعاملات بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة من جانبي أشاد الوفد بالنموذج البحريني الرائد في ترسيخ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص منوها إلى تطلعه لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة البحرينية في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر